أدى النواب المحافظين جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكرية مع نواب المحافظين بعد أداء اليمين الدستورية بقصر الاتحادية قرر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 259 لسنة 2024 قرر يعين كل من السيد إبراهيم عبدالهادي يسين كريم نائبا لمحافظة قاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور عبدالله رمضان توفيق مصطفى نائبا لمحافظة السويس أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد المهندس أحمد عصام الدين أحمد موسى نائباً لمحافظة الإسماعيلية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرأى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة الدكتورة إيمان عمر ريان عبد العزيز نائباً لمحافظة القليوبية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيدة حنان مجد نور الدين محمد نائباً لمحافظ الواد الجديد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبو زيد نائباً لمحافظ المينيا أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالدمة والصدر السيد الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائباً لمحافظ القاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالدمة والصدر السيد الدكتور حازم أحمد عمر علي نائباً لمحافظ قنان أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالدمة والصدر السيد الدكتور عمر عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور عمر مجدي مصطفى البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد بلال محمد السعيد عبدالحفيز حبش نائبا لمحافظ بني سويف قصوم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا عن نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد إبراهيم ناجي عبدالفتاح الشهابي نائباً لمحافظة جيزة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والسطر السيدة هند محمد أحمد عبد الحليم نائباً لمحافظة جيزة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والسطر السيد محمد إبراهيم لطفي موسى نائبا لمحافظ المنوفية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أعدي عملي بالذمة والسطقة السيد أشرف محمد سيد محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أ السيد الدكتور أحمد محمود عبد المعطي حسين نائباً لمحافظة الشرقية أقسم بالله العزيم أن أحافظ مخلصاً عن نظام كمهوري لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائباً لمحافظة الشرقية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجنهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة الدكتورة إناس سمير محمد حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم زينة نائباً لمحافظة الأسكندرية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور حازم محمد جودة ديب نائباً لمحافظة البحيرة أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور محمد سامي صادق عبد السميع التوني نائبا لمحافظ الفيوم أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور ميناء عماد ثابت حنة نائبا لمحافظ السيود أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائباً لمحافظ سهاج أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور هشام أحمد أبو زيد عبد الله نائبا لمحافظة الأقصر أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أود عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور أحمد أنور عطية العدل نائبا لمحافظة دقاهلية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيدة المهندسة شيماء محمد الصديق محمد نائباً لمحافظ دمياط أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيدة الدكتور محمود محمد عبدالغني عيسى نائباً لمحافظة غربية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد المهندس عاصم عبدالغفار حامد سعدون نائبا لمحافظ شمال سيناء أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد إسلام السيد رجب عبدالحميد نائبا لمحافظ مطروح أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد المهندس عمر حلمي حسان لشين نائباً لمحافظ أسوان أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أدي عملي بالذن والسك السيدة مجدى حنة بباوي حنة نائباً لمحافظ البحر الأحمر أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أدي عملي بالذن والصدق